وقعوا لم تقوم بعملية ترسيم للحدود لا مع قبرص ولا مع سوريا ولا مع لبنان تركيا لم ترسم حدوتها البحرية طيب مصر رسمت حدوتها البحرية مع قبرص وهذه الاتفاقية مع قبرص هي اتفاقية دولية الآن ليه تم اداعها في الامم المتحدة واصبحت اتفاقية دولية لا قبرص تستطيع ولا غير قبرص ولا يحد في العالم خلاص هي اتفاقية معترب بها وموجودة مدعفة لامم المتحدة وبالتالي يتم تطبيقها كان قبرص او تركيا بتعمل ايه فيه جزء الشمالي المحتل من الاتراك المحتل من الاتراك جزء من شمال قبرص محتل تحت السيادة التركية ومنذ عام 74 وسبعين وفيه عملوا حاجة اسمها قبرص الشمالية قبرص الشمالية دي بلد العالم كله ليه اعترب بيها العالم كله ليه اعترب بيها من اللي بيعترب بيها اردوغان فقط فيش حد تاني طب هو معترب بيها دولي لا تعمل حدود مع احد لا ده هي تحت ده تركيا هي اللي محتلة الجزء الشمالي ولما احنا كنا في قبرص مع السيد الرئيس من سنتين روحنا وشفنا في شارع بين البلاء بين هنا وهنا بيربط ما بين هنا والشمالي والجنوبي منطقة اسمها ادرة تعريبا لو انا ما تذكر الاسم يا ادرة شارع هنا اتراك هنا قبرص جمهورية قبرص المعترب بيها دوليا وعضو الاتحاد الاوروبي وعضو في الامم المتحدة اللي هي المعترب بيها الجزء الاخر بقول لكم تحت الاحتلال التركي وتلاقي عالم تركيا والناس بتوع الاتراك وجنود بتوع الميليشيا بتاعت اردوغان وعالم تركيا محطوط قد كده وفي حتة كده تستفز كل القبرصة والسفزاز ليهم حاطت عالم تركيا كده على جبل بحيث تصحب انهم تفتح كده تبص تلاقي عالم تركيا امر يعني همجي مش دولة مش شغل دولة شغل عصابات وبلطقة فتركيا لم توقع على هذا القانون اللي هو قانون الخاص بقانون البحار واللي اكتر من ستين دولة وقعت على وقعت هذا واصبح ساري النفاس تركيا النهاردة بدأت طبعا حصل مشكلة مع الايطاليين شركة ايني من كم شهر كده وحاولوا فطلع ايطاليا عملت مشكلة وهددت انه لو تم الاعتراض على الحفرات الخاصة بالتنقيب عن الغاز التابع في جمهورية قبرص من جانب تركيا يعني هيحصل مشكلة مع تركيا تحدي اوروبا النهاردة واضح اللهجة مصر النهاردة تتحدث بالصوت عالي نزيل نبول لحاكم وهذا الامر هيعمل ممكن يعني مشكلة ممكن يعني مشكلة ولكن مصر زي ما قلت لها تسبح لحد يقرب لانه احنا عندنا اتفاقية دولية بسمنا حدودنا بشكل قانوني عارفين مكانتنا فين طلعنا الغاز خلاص بقلنا سنتين وشغالين وما حدش يقرب منطقة دي لما احنا بدأنا انتاج الغاز من حقل زهر ولسه فترة قادمة حاجات اخرى ده عمل ازم الاردوغان فاردوغان عايز ياخد حاجات مش بتاعته يعني هو امتى يعمل ويقول لما يكون عنده ترسيم حدود يعمل نقاط تماثم مع الدول يعمل مع قبرص يعمل مع سوريا يعمل مع لبنان خلاص يعمل هو شايفه طيب هل قبرص وقعت اتفاقيات وعمل حدود اه رسمت حدود مع لبنان ومع اسرائيل زي ما رسمت مع مصر فاذا قبرص لها الحق انها تقوم بعملات تنقيب عن الغاز في المناطق الخاصة بها المناطق الاقتصادية الخاصة بها زي ما احنا عملنا هذا الحق واصبح عندنا امر على ارض الواقع بموجب القانون الدولي يعني ما خدناش حاجة حد وتاني مصر لها تسمح لحد يقرب لها ولا هتسمح لأي حد يقرب من مناطق حدودها على الاطلاق في اي مكان في اي مكان بر بح جو محدش احنا يعني زي ما بقول كده دولة بتحترم حدودها دولة بتحترم معهداتها واتفاقياتها دولة لا تعتدي على احد على الاطلاق لا تعتدي على احد ولكن في نفس الوقت لو حد فكر يعتدي علينا ترجمة نانسي قنقر